اشتركوا في القناة بديهيات كيف تصبح انا وانا بكتب سقوط الامام كنت في حالة طفولة طفولة بكتب عما شعرت بي وانا طفولة وعيز اقول لكم سر ان انا فوق 80 سنة ولازلت اكتب من الطفولة لم اخرج من مشاهد الطفولة وافكار الطفولة وكتابي معروفش انت شفت استاذ محمود بتاع مذكرات طفلة اسمها سعاد يعني لما بقريت مذكرات طفلة اسمها سعاد لانه هيتطبع الشهر ده في بيروت هيتبعو فوانا بقري مذكرات طفلة لقيته شديد بسقوط الامام وشديد بكل اللي انا كتباه ولم اختلف عما كنت وانا عندي تسع سنوات عشر سنوات لكن احنا طفولة بتقتل الطفل والطفلة والعقل الطفولة والفترة والزكاء الفتري الطبيعي اللي شايف البديهيات كده العدل العدل الحرية حرية الصدق صدق وبعدين فدأ كل الغموض والتناقضات والثنائيات ذكورة انوسة اله شيطان جسد روح ملائكة مش عرف ايه ودلوقتي بقى تغيير ولا تسير إصلاح ولا صورة هذا الخداع اللغوي الكلامي المستمر حتى اليوم ما نكسرش الحلقة دي ابدا ابدا لعل هذا العلم لعل وعسى ان احنا يحدث تغيير تغيير وثقافة مغايرة واخلاق مغايرة فالحقيقة انا مش عارفة انت قول لي انت احكيلي عن نفسك لا انت حضرت كلها كلمين النهاردة يعني انا نهور حضرتك الكريم اللي شرف في هذه الندوة يعني محتاج يسمع كثير عن عن هذا المشوار اللي انتهى الى هذه الايقونة التي تجلس بين ايدينا الان حضرتك عاصرتي اكثر معاه واكثر من زمن واكثر من سياسة واكثر من الايبولوجيا واكثر من ثورة واعتقد ان يعني بيننا اجيال جديدة بيننا ابناء واخوات وكذا وفي كلام زل حضرتك عايزين يسمعوا طبعا في اشكاليتين لدكتورة نوال اظن انه يعني الاشكالية الاولى كنها كاتبة روائية مهمة ومؤثرة ومع ذلك انا طبعا انا مقدر تماما هذا الاطراق اللي اتكلم بي عن هذه الورقة المتوضعة جدا والتي لا تملأ اي فراغ الحقيقة تركوا النقد المصري والعربي والفجوات المرعبة وغير الاخلاقية في مشروع كهذا وفي مشروعات اخرى برضو لكن بالنسبة للدكتورة الجريبة كانت اكبر بكتير اوي اكبر من مطاقة البشر على الاحتمال يعني لما لاقي حد عنده هزا المشوار لانه يظل الدكتورة بس شوية لما المنتعين ودي طبعا طريقة مجربة ومعروفة لقتل الناس بتوع السياسة عايزين يخلصوا منها في سياسية فيقولوا لا دي روائية وبتوع الروائي عايزين يخلصوا منها كروائية يقولوا دي سياسية فيعني دي طريقة طبعا روض المواصفين الحكومة اللي هم طول الوقت ابناء الادب اللي بيبحث عن كيف يتكلم كيف يجد مناطق امنة يتدفق بها ويحصد المكاسب تلو المكاسب يعني احنا امان اشكاليتي في الاشكالية القولة اشكالية تتعلق بكيف لهذا النموذج الروائي على المستوى الكمالي وعلى المستوى الفكري ان يتم تقصيله ويتم اعادة الاعتبار له في واقع ما بعد الثورة وهل الثورة فعلا وده سؤالنا بتواقي بالدكتورة يريد هل تغير شكل الابداع بعد الثورة هل من المحتمل هل من المحتمل ان يكون ذلك في المستقبل المنظور على المستوى الموضوعي وعلى مستوى اداء السلطة نفسها السلطة الثقافية كيف اثرت السلطة الثقافية كيف اثرت السلطة الثورة على شكل انا عندي الكلام في ذلك انا مش صدرة على الدكتورة وعلى اعلى اكبر وعاء عندنا هو وزارة السلطة ولذلك الدولة حريصة على السيطرة على العقل العام عرض السيطرة على ادوات المعرفة استيطرة على منافذ المعرفة وعلى العقل العام بهذه الطريقة ما الذي سيؤدي اليه ما هي نتائجه وهل بالفعل على المستوى الجمالي الثورة طرحت حرية اكبر على مستوى الخيالي على مستوى اللغة هل فعلا الثورة طرحت لغة جديدة في الكتابة؟ هل من الممكن ان تفعل ذلك؟ هل من الممكن ان نرى اديال من بناتنا من مبتعاتنا شاعرات وروائيات وقاصات وفنانات يستطعنا ان يضربنا عرض الحق بالكثير من البالي من التقاليد والقيم الدكتورة عندها طبعا تجربة زاخرة وغنية في هذا الامر اتمنى انها تتفضل المشكورة متكلمنا هو هدف هو الأستاذ قرني فتح حاجات كثيرة قوية منها حكاية دير واقية ولا سياسية حتى في الطب انا بين الاطباء لسه طبيبة امدا انا بشعر بغربة بين الاطباء مع ان انا بحب الطب واشتغلت فيه كويس قوي 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 ولا زيت الطب الجسمي والنفسي لكن كل شيء بيتحاول الى مهنة في السوق الحر السياسة مهنة تجارية في السوق الحر الانتخابات مهنة تجارية في السوق الحر الطب مهنة تجارية في السوق الحر السياسة الأدب السقافة كل شيء في حياتنا وفي العالم انا درست لما كنت في المنفى كنت بادرس الابداع والتمرد والصورة فعلاقتها بالأدب والطب والسياسة وهو الموضوع ده كنت بادرس في أمريكا في الولايات المتحدة في أكبر جامعات ديوك واشنطن هاربورد هيل برينستون بادرس في دول والمجتمع الأمريكي يشبه المجتمع المصري تماما والطلاب الأمريكيين والطالبات ليس عندهم ثقافة لأنهم تحت ظل هذا النظام التجاري بتاع السوق الحر هو جاي الطالب أو الطالبة جاي أنا كنت بادرس بوست جراديوتس اللي هم بعد الليسانس والبكالوريوز جايين يشوفوا إيه هو الإبداع وهل يضيف إليهم إيه في المكسب المالي التجاري وإزاي مهيتهم تزيد وإزاي يبقوا في السوق زي النهاردة أنا بقرأ في الجرايض يقولك إيه الإبداع مستقبل مصر فيتبو ما شفتوش أين هو الإبداع ده المستقبل مصر أهي أمريكا كده برضو تقولك الإبداع والابدكار والخلق وحينما تيجي تدرس هناك وتشوف عقلية الطلبة زي السوق السوق بيجهزوهم للسوق وأنا قرأت واحد وزير بتاع تعليم ولا ثقافة معرفش هنا في مصر قاله عايزين نغير التعليم عشان نعد الطلبة بتقنى للسوق الحرة تصوره قال نغير التعليم أظن واحد من اللي واخد نوبل آه هو زويد آه أظن آه زبت زويد وأنا علقت في مقالة على هذا قال إحنا عايزين نغير التعليم والعلم وكده ونعمل نهض علمية علشان الشباب بتقنى يلقوهم شغل في السوق الحرة وفي السوق العالمي ده هدف التعليم إذن المشكلة أنا ليه غريبة بين الأطباء؟ لأن أنا ما أقدرش أشتغل بمهنة الطب بصراحة لما يجيه عياني لابس جلبية على اللحة وجعان وعيان وبعدين أخد منه فلوس يعني أظن ده ولا الحيوان يعمل كده ولا الحيوان يعمل كده فنذل طبيب جزار الأطباء جزارين أنتم بتسمعوا كل يوم عن الدكاترة الجزاريني اللي بيتجروا في أعضاء البشر دول خرير لكلية الطب في إحلم التعليم الطبي يخرج جزارين والتعليم في مصر يخرج ناس للسوق تجار تجار أكرهها من والدي على فكرة أعيد أقول في الطفولة مهمة أوي أنا كل ثقافتي جات لي من أمي وأنا طفلة ومن أبوي يعني لا أذكر المدارس دي الحمد لله طلعتها من دماغي والجامعة بيبقى كلمات أمي وأبوي لما كان يقول التاجر عبارة عن حزاء مليون فلوس التاجر عبارة عن حزاء مليون فلوس يبقى معاه دهب فلوس هو حزاء فطبعا لا ده تجني برضو يعني فيه تجار ويسير بس أبوي كان متعصف جدا ضد التجار فطلعت أنا عندي نفس المرض أمي أيضا أمي أنا متذكرة حاجة بس أنا أطول عليكم أنا عادي ليسمع لا 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 فأتذكر أمي موضوع الثنابيات أنا بكتب دلوقتي عن زيف التناقض والثنابيات يعني هما شغلين أنا أو في الصحف دلوقتي يقول لك تغيير ولا تسير إصلاح ولا ثورة يعني أنت عارفه وبعدين عندنا النمازج الألوهية اللي زي محمد حسنين هيكل ونجيب محفوظه يعني أنا عايزة أقول برضو إحنا بندور في فلك الفرد سواء في السياسة ألوهية الفرد في السياسة أو في الصحافة أو في الأدب ذهي محفوظ ليس الإله يعني أنا مرة نقضته فهاجوا عليك حسنين هيكل برضو لو نقضته أو كلماته يهيجوا عليك ففي غبودية الفرد وألوهية الفرد في أي مجال وفي الطب بقى اسمه ايه ده بتاعه مين في الطب دلوقتي يعقوب اسمه ايه اللي كان في لنة مثل خمسين اي واي واي وابقاش عندنا غير ده بس فنتحول كلنا إلى عبيد طبعا العبودية راسخة في دماغنا في حياتنا فأمي أنا بانسأ أمي قالت لي برضو كلمات جميلة لأن المدرس وإحنا أطفال في المدرسة وأنا طفلة الإبداع طفولي جدا لأنه عنده حساسية للتناقضات الأطفال بيشوفوا التناقض يعني أنا في المدرسة لما المدرس يقول ايه؟ مدرس الدين أو العربي يقول نعم أصطفى يا حمد رباه لما لي هيرجيها؟ آه آه لا أل حاجة تانية بيقول الزكورة العقل العقل خاص بالذكورة الإله ذكر والعقل ذكر والأنسى ناقصت العقل في البيت أمي كانت بتقولي العكس أمي كانت بتقول لنا هي كانت متعلمة فكان بتقول الإلهة الأنسى زيس كانت إلهة الحكمة وحواء كانت إلهة المعرفة لأنها سبقت آدم في أكل صمارة المعرفة ففين تناقض فين بقى أنا كطفلة أصدق المدرس ده اللي بيقولي العقل ذكر والإله ذكر والأنسى ناقصت عقل ودي وبعدين أمي في الطفولة تقولي العكس وتقولي الأنسى كانت إلهة الحكمة والمعرفة فأنا وأنا طفلة لا أنسى هذا تناقضات تضر في دماغي كده والإبداع هو رؤية التناقضات التعليم بيخلينا عميان عن التناقض هو ده التعليم لما انت تقبل التناقض القسوة تبقى زي الرحمة الانتقام يبقى زي الغفران الأنوسى يبقى الذكورة مناقدة للأنوسى كل ده تبصي تلاقيك تقبل التناقضات وتهضمها وتصدقها وتخلق بعقل مش فاعل حاجة أبدا ويتقبل العبودية ويتقبل الطاعة ويتقبل الخضوة ومن هنا الإبداع مستقبل مصر أنا معرفش مين اللي كتب منشت أظن مدارك ولا النهاردة الإبداع مستقبل مصعد تقرأ حال عن الإبداع من الإتش من الإتش من منشتك عشان الرئيس بيقابل المبدعين فقالوا بزاعة بزاعة لا إحنا إحنا على فكرة يعني الندوة دي مش هكفي كلام اللي إحنا عايزين نقوله إحنا في ديل الأمم وليس معنى ذلك إن أمريكا في مقدمة الأمم أبدا أبدا أنا كنت في الصين ولسه رجعنا الصين ودي لها قصة أخرى الصين من ناحية العقل والفهم أكثر تقدما من أمريكا والولايات المتحدة لكن محدش يعرف سقاط الصين لأنها بعيدة عننا شوي فإحنا في عالم مقلوب شوي مقلوب القيم مقلوبة يعني لما تبقى شجاع تبقى اسمك متهور وسوري وطفولي وتدخل السجن مش كده لما تبقى شجاع لما تبقى تفكر بأصالة وكده يقولوا عليك إنك مغرور يعني أنا أنا مش مغرورة لكن عندي ثقة في عقل آه لما حد يجي نقشني أنا أقش بالعقل لكن مش مستعدية حد يدوس على العقل هم يعتبرون أنه ده هرور لا فهما بيفقدون الثقة في نفسنا من الطفولة والثقة في عقلنا فنبص نلاقينا كده بأن نريش ثقة في النفس والثقة في النفس هي كل شيء اللحماني من الطفولة حتى اليوم الثقة في نفس حتى لما دخلت السجن وكل زملتي بيعيط قلت له بالسادات هيموت وحين هنطلع شوفوا الثقة الثقة في النفس مع أنه ما أشبه تنبأ لكن أنا إحساسي إن الواحد لازم يبقى واثق في نفسه ثقة كاملة وليس هذا غرور فيه فرق كبير جدا بين الغرور والثقة في النفس أنا سبت السوق الحرة ودخلت عاوز أقول ليه الغربة زي ما قلت الغربة بين الأطباء وبين الأدباء وبين السياسيين لأن كل شيء تحول إلى مهنة في السوق الحرة وأظن أي حد فيكو بيحس في الغربة لما يبص يلاقي جو بشكل مش كده هو ده هو ده التفسير يعني عايز أقول لما يجوا يكلموا عن تحرير المارك ما عندهم مش غير قاسم أمين بعد قاسم أمين لا يوجد أحد وساعات يقولوا فضى شعراوي كده تعاية درية شفيق كده يجوا وبعدين ينطوا وبعدين دايما على نوال يعني يجوا على اسمي ويقفزوا من فوق لازم يقفزوا من فوق الاسم ده ده تابو نوالي السعداوي تابو أيها محرق في الطب والأدب والسياسة كل حال أنا بندهش إزاي بكتف الأهرام أنا مش عارفة أنا مش عارفة هي جات يمكن كده والمصر اليوم طلعوني بسرعة لأن ضد سوء الحرب طلعوني بسرعة جدا فمش ممكن كيف تحترق هو السؤال هو الأستاذ محمود بيسأل بيقول إيه هل الثورة غيرت في الإبداع هل إنتوا تقولوا أنا ما أعرفش أنا بحب أنا طبعا أنا بعيش في عزلة ووحدها لأني بحبها قولي أنا عشان أكتب وتفرغ لكن الوحد ما أقدرش يهدر نفسه فقرية الجرائد مش بشوف تينيوزيون هل انتم شايفين تبهينه أنا لم أرى أنا بس في ميدالي التحرير يمكن سميرة إبراهيم كانت معانا وفن عمر أحمد أحمد فين والمجموعة بتاعتنا اللي كلنا في ميدان التحرير كان في شباب بيقولوا شعر من أجمل ما ينجل وسمعت ما تزيكا ما سمعتهاش خالص ما عرفش أين أختب ما عرفش مش عارف أنا بصيت لقيت على فكرة ظاهرة غريبة جدا هقول لكم إحنا كنا في ميدان التحرير قاعدين عند الصور الفسئية اللي في النص قاعدين مقات وتحت الخيام مقات وبعدين اللي قفزوا على الثورة رايحين يجتمئوا مع عمر سليمان ومع طمطاوي مين فيهم هم دول اللي في السحة الثقافية الآن الغزالي وبغار والوهد والأحزاب دي الجديدة والقديمة دول اللي هم في الصحف الآن إحنا كنا في التحرير قاعدين كده وهم بيعملوا مفاوضات من ورانا من غير مقلول وهم دول اللي بيقسموا الدواير وهم دول اللي بيقسموا المقاعد وهم دول اللي جروا وعملوا أحزاب جديدة والأحزاب الأديمة اللي هي هلكتنا وضيعت البلد راح تتفقوا مع بعض وهم دول اللي هيعملوا البرلمان دلوقتي مع شوية من الإخوان وشوية من رجال مبارك وهيعملوا برلمان أسوأ مما فات وفين ما عرفش أنا مش عارفة لأن أنا بحكم عمري بعيدة عن الساحة السياسية والصقافية والأدبية بعيدة لأني مشغولة بالكتاب فربما الأستاذ محمود يقول لنا ربما الأستاذ محمود يقول لنا أين أين الصوار طبعا في منهم في السل صوار وسائلات في السل طب اللي بره فينهم يعني قولوا لنا أنا أنا كلمت كثير يعني في عدد من المداخلات طيب إحنا عندنا مداخلات هنفدها تفضلي صورة كريف هي ما تخلصوا الحروم مثلا مصر من أي حد بعيد دعم الإزاع ينزق في الثورة ويأخذ بجندة وما بيش أي ثورة يعني طيب هنرجع عن موضوع الثورة بس ده الكلام محتاج توضيع أكتر في أكتر من سوار يا دكتورة من القعب يعني خلينا ناخده بسوالله ما شاء الله يعني هنفدهم بالترتيج الرجل الشرقي يخاف من المرأة القوية كيف تعاملت الدكتورة نوال السعداوي مع هذا الأمر تعاملت بمقاسي بمأساة تعاملت بمأساة ويل للمرأة المبدعة القوية ويل لها من الأزواج أنا طلقت تلت أزواج على فكرة على فكرة جميل جدا إن أنا لما أقول الجملة دي دايما في أي نادوة أي نقاع بره مصر طبعا دي أول نادوة مصر يسقفوني بردو التسقيف ده في الصين أو في الهند أو في أمريكا دايما يتسقيف دي كأنما كأنما الطلاق هو الانطلاق من السجن كأنما ذلك لأن مؤسسة الزواج ماحن لازم نعرف تاريخ المؤسسة عشان نعرف إحنا محكمين قانون الزواج في مصر على فكرة من أسوأ القوانين قانون يعني المغرب وتونس أحسن مننا مليون مرة في تونس المرأة مساوية للرجل في قانون الزواج يعني لا يمكن يروح يعرف علاقة من بره أو يجوز من بره وهي مش عارف مش ممكن هنا لا هنا تعادل الزواجات هنا نفسها الرجل هنا في مصر لا زال يصوره سنة 2014 الرجل يقدر يجوز أربعة ده شيء غريب والزواج بربعة الرجل يتزوج أربعة مثل المرأة التي تتزوج أربع رجال نفس الأخلاق أنا عايزاكم تشوفوا ده تشوفوا ده لأن إحنا بنشوف بعين واحدة يعني بنحط الأخلاق والشرف بعين واحدة يعني نقول في حين في حين أن تعدد الأزواج والزوجات والتعدد نفسه وخيانة رفيقة العمر أو رفيق العمر واحد مش كده أو إيه لكن إحنا لأن إحنا عندنا إزدواجية في القيم فبنشوف الحاجة بعين واحدة فأنا بالنسبة للسؤال حوالين السؤال كان إيه المرأة القوية المرأة القوية والرون الشاكل والرون الشاكل تقسيمة تانية لا لا في يعني ما هو صين شرق طب مش صين شرق ما شرق يعني إيه شوق غرب يعني عايز أقول أن الثقافة والحضارة إحنا بنعيش في حضارة واحدة في عالم واحد طبقي أبوي عنصري ديني متأصي في التاريخ إحنا في حضارة واحدة مش حضارتين حضارة شرقية وحضار غربية لا إحنا في حضارة واحدة رأس مالية طبقية أبوية عنصرية ظالمة خادعة قائمة على القهر والتعذيب شفتوا التعذيب في أمريكا اللي تكشف ده موجود على طول بس عاملين عليه ضج التعذيب ده موجود على طول وبيتطور فإذن المرأة القوية بس مش كل قوة تم تاتشر كانت قوية تاتشر هيلاري كلينتون على فكرة هتبقى رئيسة أمريكا رئيسة أمريكا تم هي قوية جدا قوية جدا مش مسألة قوة يعني إيه ماذا نعني بالقوة لأن القوة الحقيقية المرأة القوية الحقيقية في منتهى الرقة والإخلاص والصدق والوضوح هو ده زي الرجل الرجل قوي جدا واثق في نفسه رقيق مخلص صادق وهكذا فإيه القوة يعني إيه القوة لكن المرأة لما تبقى قوية ومبدعة قوية بالمعنى الإيجابي ومبدعة وصادقة يعني عايز أقولي الواحد بيجزل ما كلنا لنا أكذين بيضاص وبيّرة كده لكن في الجوهر الحياة والطريق الحياة الواحد ماشي بصدق وكده هذه المرأة تتعب جدا مش بس في الزواج إنها تطلق أو تطلق زوجها لا في الحياة زي ما وصف الأستاذ محمود في الحياة مع الأدباء مع الكتاب مع الرئيس الدولة لازم تدخل السجن لازم تعيش المنفى لازم تنتهي تنتحر عندنا كاتبة على فكرة يا أستاذ محمود لازم كاتبة يعيدوا تقييمها أيضا أربع صالح أربع صار انتحرت انتحرت رمت نفسها من الدور العاش ولها كتاب أنا بأوصيكم أنه هو اسمه المبتسرون عن الحركة الطبية لها كتاب اسمه المبتسرون من أجمل كتب ها دي محجب دي محجب يجب سريط أبدا وتعزبت في الحب وفي الأدب وفي السياسة كانت صادقة وفي الأخلاق لأنها كانت صادقة فانتحرت صحيح أنا أطول لا لا خالص أنا عندي سؤال جاي أنا كنت نفسي أسأله أنا كمان عشان نعرف هو سؤال من أحد الحضور تم فرم مسرحية الإله يقدم استقالاتهم في اجتماع القمة من جهة أمنية وبينقصين أمن الدولة فهل بعد ثورتين يمكن طباعتها مرة أخرى الإجابة هي الإجابة عن السؤال هل هي ثورة يعني هو سأل وجاول فلكن احنا بردو بسمع أجل حضرت الجانب المسرحية دي أروها الناس عن نت مين أراها عن نت كتير يعني هي مسرحية طبعا هي مسرحية يعني قصتها ضريفة جدا أنا كتبتها من الطفولة زي بمذكرات طفلة إسماء سعاد أنا كان عندي مشكلة مع مفهوم الإله لأن مفهوم الإله في نظري إن الله هو العدل والرحمة والحب والتعاون والصدافة لكن لا يمكن الله يكون الظلم أبدا فلما نقل ألاقي ظلم ينسبوه إلى الله أرفض 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 تماما فالمسرحية بتحيش معايا من الفكرة دي ومتيقل كل الأطفال يعني كل واحد فيكم تذكر طفولته وهيلاقي نفسه لقى التناقض ده إن الله هو العدل فحينما أبو السلاقي إن ربنا بيظلمني مجرد أنه خلقني بنت وبيظلمني الله طب إيه ده فيه تناقض لا أقبل لا أقبل الأطفال بيواجهوا بحاجة غريبة أو لما بيشكوا في عدلة الله فالأهل يلبسوا حرام حرام فيبتد الطفل أو الطفلة يعمل إيه يتشكك في نفسه لأنه يفضل أن يتشكك في نفسه عن أن يتشكك في عدلة الله ومن هنا بتحصل الهوة وعدم الثقة في النفس ما هو يثق في نفسي يعني أثق في ربنا ولأنني لا أستطيع إلا أن أثق في ربنا إذن أشك في نفسي أخذت بالك هي دي ما قدلتي وأنا طفلة وهي دي مشكلة كل طفل كل طفل وكل طفلة بيواجه هذا السؤال وبيحتار فمسرحية الإله يقدم استقالته هي امتداد لهذه الفكرة ليست إلا امتداد لهذه الفكرة بعد ما درست عدت عشر سنوات أقارن بين الكتب الدينية كلها جبت الجيتا والتورا والإنجيل والقرآن وسفرت الهند وأنا بقى عايزة أصل إلى الحقيقة هو الإبداع إيه الرغبة في الوصول إلى الحقيقة عايزة أعرف إيه إيه الحقيقة يا رب إيه الناس كلها بتقول حاجة الناس كلها بتؤلح مثلا نجيب محفوظ وأنا بقى راوه ما بيحصل ليش حاجة طب إيه بقى أعمل إيه أعمل إيه الناس كلها بتؤلح هيكل وأنا بقى راوه لا التناقل أعمل إيه في نفسي الناس كلها بتؤلح السادات وبيقولوا عليه بطل النصر وأنا بقول عليه بطل الهزيمة طب أعمل إيه في نفسي فإذن أعمل إيه فإذن يعني إحنا كلنا بنمر في هذا التسائل المسرحية دي هي امتداد لده يعني هي امتداد بس بعد ما قرنت بقى الكتب الدينية قرنتها بقى كلها الجيتة والتوراة والانجيل والقرآن وكل كل التعاليم الدينية دي مش كلها طبعا اللي قدرت أجبها ووجدت التناقضات صارخة فكتبت المسرحية كل الأنبياء بيتكلموا فيها بس يعني الناس اللي كعلا بقى شو بل أمدا بيقولوا هي هو في سؤالين قريبين من بعض يعني لكن هم أنا بنت وعايزة تمرض على أهلي مش عرفة أهم دي لكي أنتزح حقي بالقوة يعني في سؤال تألي يعني في نفس السياق ورضو أنا من سعيد مصر وندائي وسؤالي للدكتورة نوال كيف نحرر العقلية النسائية في الصعيد كيف نحرر العقلية النسائية في الصعيد كيف نصل للمرأة في الصعيد في ظل يعني أنها تتربى في ظل جاهل يعني أزمة المرأة في الصعيد أزمة أزمة المرأة في الصعيد يعني ده أنا بشوف في الصعيد هاي سميرة من الصعيد ده في بنات من الصعيد ده في منتهى الشجاعة والإقدام هاي سمعوا وأنا بكلم عن نفسي ما بيطلعش كلام الأم ما بيطلعش من دماغ وكلام الأم مش المدرسين الأم والأب والإن الأم جاهلة والأب جاهل ونتاج مجتمع جاهل الأطفال بيطلعوا كده أنا محظوظة قطعاً لابد أنني محظوظة علشان أبويا كان متمرد وأمي كانت متمرد طبعاً إلى حد ما يعني أنا بعد كده تمردت عليه اللي بتسأل بتقول أنا بنته وعايز أتمرد وحد حيشك تمردي هو اللي بيتمرد بيأخذ إذن الذي يريد أن تمرد لا يأخذ إذن أبداً هم سؤالين جوا بعض سؤال عن الثورة التلاتين يونيو ودورها في وقف ما سمي بتسلط رجال الدين أو الإسلام السياسي وسؤال تاني ما أظنش نخرج الموضوع كتير عايزين إجابة صريحة ونهائية بخصوص ما يسمى بالفكر الوثني والكعبة وتقبيل الحجر الأسود يعني اللي يتم بيوضع لبعضهم بشكل منه كانت حصلت ضجة في الصحافة لما أنا قلت إن تقبيل الحجر الأسود من الوسانية وهذه الحقيقة الأديان ورثت بعض ولذلك لازم تقروا تاريخ الأديان وتقروا تاريخ الوسانية والجاهلية وتقروا تقروا التوراة وتقرنوها بالإنجيل والقرآن أنا ليه بكلم بجرأة وشجاعة لأني أريك وأنا مرة الشيخ شعراوي شتامني في التليبزيون وقال نوالي السعداوي أنا هو بيكلم عن نفسه أنا أعمل لحساب الله ونوالي السعداوي تعمل لحساب الشيطان في واحد يقول كده مجنون يقول على نفسه كده يعني طبعا مجنون لكن عايزة أقول إيه حكاية الكعبة والحجر الأسود اقروا أنا عندي كتاب صغير كده اسمه الكعبة تاريخ الكعبة اقروا تاريخ الكعبة مين أنشأها وكانت موجودة قبل الإسلام بكم مئات السنين وإزاي الوسانيين كانوا بيدوروا يعني الدوران حول الكعبة ده موروس من قبل كده مفيش حاجة بتجيب صفر كل دين بيارس الدين اللي قبله طبعا طبيعي فإذن يعني مسألة الفكر الوساني وتقبيل حجر اقروا التاريخ تعرفوا أن التاريخ حلقات متصلة وليست منفصلة وكذلك الأديان الأديان من أيام الإلهة الأنسة طيب وليه الكعبة طيب خلينا مش بيتكلموا عن التراث بيقولوا لازم نحترم تراثنا مش كده ونعود إلى التراث طيب نرجع إلى الحضارة المصرية القديمة وكانت إلهة إزيس إلهة الحكمة والإلهة معاة إلهة العدل طيب ده تراثنا ما نستفيد به في تحرير المرأة بدل ما يقول أن تحرير المرأة دي قضية وافدة أجنبية بسبب الغزو الثقافي من أمريكا بقى تحرير المرأة وهي موجودة في دمي أنا في الجينات بتاعتي أنا من أيام جدتي يزيسوا معاة إزاي فإذن بيتهموا بيتهمونها وكانوا بيتهموني برضي يقولك لبالي السعداء دي بتقلد الغرب وأنا ما كنتش عارف حاجة عن الغرب وأنا وأنا طفلة كنت تعرف الغرب ده إيه لما كتبت مذكرات طفلة كنت تعرف الغرب فيعني موضوع الفكر اللي أرجوكوا إقروا تاريخ لأن التاريخ هو اللي بيفتح الموت بس مش أي تاريخ ليس التاريخ الرسمي اللي بيبقى لا لازم تدوروا على الكتب وعلى التاريخ بقى اللي بيبحث في الحقيقة بس 30 يونيو علاقتها بالإسلام السياسي ومسافة بالهم طبعا الإخوان يعني برضو عشان بنقرأ التاريخ إقرأي تاريخ مهمة قوي تاريخ الإخوان المسلمين معروف جدا هم يعني تربوا في حد الاستعمار البريطاني في مصر وبعدين الاستعمار الأمريكي ورث ورث الإخوان ضمن ما ورث من الاستعمار البريطاني وأنا دعيت مرة في برنامج تلفزيوني في أمريكا مع واحدة اسمها كريستيانا أنا نفور وقلت لها جورج بوش وأسامة بن لادن توأم فقطعت الشريط قطعته في أمريكا في السين إن اللي هي بقى يقولك الحرية قطعته ما قدروش يحتملوا عبارة إن جورج بوش وابن لادن توأم لأنها كشفت العلاقة بين الإسلام السياسي والاستعمار الأمريكي على طول على طول ثورة يناير ثورة عظيمة يعني انتقلت ثورة يناير إلى أمريكا على فكرة أنا رحت أمريكا بعد الثورة وشفت بقى حركة احتلوا أوكيوباي بول ستريت وكنت برضو كنت في لندن بالصدفة وغيروا ميدان سان بول سموه ميدان التحرير في لندن غيروا الميدان بتاع سان بول وسموه ميدان التحرير أثر ثورة يناير على العالم فلازم نسخ في أنفسنا إحنا اللي صاروا في يناير واللي تعاطفوا مع ثورة يناير يسقوا في أنفسهم ولا يهتزوا إن شاء الله يقولوا دي انقلاب دي مؤمرة ده بياخدوا تمويل من بره ما يهمكوش ثقة بالنفس ثورة عظيمة لم تحدث ولا ثورة 52 ولا 19 دي كلها ثورات يعني ممكن أكلم فيها يعني لو سألتوني عن ثورة 1952 أكلمكم فيها لكن ثورة يناير لم تحدث ونسق في أنفسنا ثورة 30 يونيو فيها إيجابية كبيرة جدا أنها خلصتنا من حكم الإقمال إخوات دي إيجابية لا تنسى وإيجابية لا تنسى حقيقي ولو أني أنا ما بحبش أذكر أسماء الرؤساء أبدا ما بحبش أتملقهم خصوصا كل ناس تكلم سيسي سيسي فما بحبش أمشي في الزفة والقطيع الحقيقة لكن برضو هقولها غصبا عني أن برضو السيسي لعب دور في أنه لما الناس كانت في الشارع في 30 يونيو وكان متردد في الأول وبعدين قال ومشي في طريق أنه أزح عننا مش كده ولا إيه أزح عننا هذه الجماعة مهمة أوي لكن ما يحدث الآن ما يحدث الآن وعودة تبرئة مبارك أنا مش بقول اعدموه أبدا وهي حاجة أبدا ولكن كان يجب أن تكون محاكمة حقيقية وغير هزلية دي كانت محاكمة هزلية زي المحاكمة في سقوط الإمام بالصد محاكمة هزلية لا هذا لا يدخل العقل والأمانة والضمير لازم روح يقول أنه ده كلام لا يحدث وإذا نسب إلى 30 يونيو فهو يضرها جدا وما يحدث الآن في البرلمان والأحزاب وكل هذا العق اللي بيحصل ده خطير خطير الناس الآن الناس الآن بتقول البلد رايحة فين البرلمان ده اللي جال إيه كيف أنت بكتورة معك وتحضرت بس يعني بس تكلمين عن القوى السياسية يعني دور القوى السياسية في تحجيم الصورة يعني شكل المؤسسة سيحاكمة كيف تتعظم ساستها في ظل ضعف القوى السياسية القوى السياسية على سواق موقفها ده صحيح تداداتها في الشارع حقيقية وموضوعية هل بتشغل بجد هل بتشغل بجد عشان تبقى موثل لرواجح حقيقية للسلطة الحكمة أيها كانشك لها أنا بوامج الحقيقة أنا عملي يعني لما بسمح كلمة القوى السياسية عادي أقول نوكة مش عاوز عاوز أقول نوكة مش عاوز أتكلم جد بقى خلاص القوى السياسية ما هي القوى السياسية للبلد من هم ما تاريخهم امسكوا تاريخ الناس رئيس حزب الوفد الدكتور البند ما تاريخه ما تاريخه امسكوا رئيس كل حزب ما تاريخه ماذا قدم ماذا دفع وماذا كسب امسكوا تاريخ الناس شوفوا حيشين في قصر معهم فلوس ولا عايشين في قوضة شوفوا الناس القوى السياسية شوفوا بيوتهم أنا عارفهم كلهم هم عارفني ولا يطيقوني طبعا لا يطيقوني لأن أنا بقولهم دف بقولهم دفوا شوفوا رؤساء الأحزاب ادرسوهم شوفوا تاريخهم ادرسوهم وإيه يا الأحزاب دي سبعين وثمانين حزب بيعملوا ايه وجوم ازاي وأنا بقولكم زوهماء الأحزاب دول كنا احنا في التحرير على الأسفلت في فبراير وهم بيتفاوضوا مع رجال مبارك ومع أمر سليمين ومع طنطاوي والمجلس العسكري وبيعملوا عملوا وينهم مجلس اشتشاري وبعدين مش عاشة مجلس إعلامي ومجلس وعملوا وينهم لجنة خمسين عملوا وينهم دستور وإحنا ولا إحنا هنا إحنا اللي كنا في التحرير والشباب دول تم إقصائنا تماما عن كل هذا العمل مين اللي عمل إقصاء هم القوة السياسية القوة السياسية عملت إقصاء لكل من شارك في ثورة ينادي أظن ما أقولش أكثر من كده يا ربي أكثر من الشيء اللي ليه سؤال ما شاء مكتب رش حياسى حميكي المفترة تريني الليه المستمراتين اللي هما بيقابلوا رؤسا من أول السنة لحد تتوئ الوقت نحن فيه هما هو نفس الأشكال معالة اللي ماكمن هو مطنع من البيت سمير عظيم بزي السؤال عظيف بالزاعة ده يعني ده كان ملاحظتي بالزاعة أنه فيه لقاءات حصلت مع الرئيسي ممكن مرتين ثلاثة من البحر ما يميل عن قرية السيسي هو نفس الأمس اه نفس الزر انا هقول لي حضرتك في حاجات انا هقول لي بس ملاحظة مش ملاحظة حقيقة فيه شعر كبير من كتاب الأعراض كاتب مقالة قبل ترشيح السيسي بشهرين اسمها كرومويلا فبيشبهوا انه كرومويل الانجليزي اللي جاء سرق السورة وبعدين عمل حكم فاشي وقتل آلاف وأقصى قصومه وأقصى السوار وكل شيء وهو بيرفض من باب انه بقى يعني معادي للثورة اتنين وخمسين اللي هي صنعاته اصلا معادي لما اسماه وقتها الحكم العسكري بعد السيسي ما نجح في الانتخابات هو كان اول من قابله وخرج كتب مقاله في نفس الجريدة قال فيها ان السيسي هو مسأل مصر هو نفس الشاعي اللي قال ده هو بعد شهرين لا احمد عبد الموت حجازي ده نموزة ده نموزة انا اريد المقاليني وانا اكتب عن دات اللي زواني في الاهرامب والنهاردة طبعا مش حجازي الواحد لا حجازي واخري يعني النهاردة اللي بيرشد كتاب مصر للرئيس وزارة الثقافة بكل ما فيها من فساد وتراتب وهيراركية والتحاد الكتاب اللي هو لا يمثل اي ضرور من قطلع الكتابة في مصر ولا في اي بقعة فيها ولا يمثل اي نقطة حيوية في الإبداع المصري ولا للثقافة المصريية فعشان كده يعني احنا بنيت انتاج نفس اللي كان يحصل نفس المثقلين واعتقد انه في القطاع يعني انا ما عرفش القطاع الاخرى لكن غالبا غالبا ما يحصل ده في الثقافة وهي بقعة ناعمة يعني المفروضة انها نلمز بشكل ما لان علي اقل الثقافة موقفها طول التاريخ انتقادي من السلطة الثقافة طول الوقت على يسار السلطة مش معانا لانها طول الوقت بحتاجة صحة مواقع قدمها وتقول يعني مش متكيفة اذا المثقف باعتباره قيمة نقدية فهوه مش متكيف فضد طول الوقت فطبيعا انه يبقى فيه مسافين وبين السلطة لكن غريف الامر انه بانا ستين سنة المثقف تحت جزمة السلطة ومش عايز يخرج ولا السلطة عايزة تسيبه يعني حاجة احنا في مأساها فيعني انا انا ما ادمتش نفس القرار بنا ادمتها الدكتور اناوال مثلا لكن انا منرور جدا من هذا وقت وبستنكره وبشوف ان هذا يعني علامة سيئة جدا على المستقبل اتمنى اتمنى وزير الثقافة حتى الان وزير الثقافة يعني هو جزء بكل بكل تجليات من النظام السابق وكان احد اركانه وكان واحد من المجموعة اللي رايحة تقعد مع جمال المبارك قبل سورة جناير بشارين عشان يعملوا البرنامج الثقافي الجمال المبارك مرشحة الان المجموعة الموجودة الان هما اللي كانوا رايحين يعملوا البرنامج الثقافي بتاعه في مقرر حزب الوطن من الحال وهم دول المجموعة فانا اتفضل الدكتور الان في الاهرام النهاردة امعرفش النهاردة او امبارك كان فيه منشط كبير كده الادباء والكتاب والمفكرون في اجتماع مع السيد الرئيس شوفتو امبارك امبارك وقل بصوا في وجه بصوا في الوجه الوجوه مش كتبين الاسام لكن الوجوه اه لا احنا نعرفهم ما انت ليسوا صغيرها احنا نعرفهم طيب خلينا يعني خلينا نخرج حد بيسأل الكتب والروايات التي اثرت على تفكير حضوريدي يعني المنابع الاولى المنابع زي الكتب انا اعز اقول اعز اقول لكم حاجة بالنسبة لهذا السؤال دايما يسألوا الناس سؤال تقليدي يقولك ايه اهم كتب قريتو مين اهم كاتب لك مين مسلك الاعلى انا ضد هذه السؤالة مسلك الاعلى ينبع من نفسك تجربة انا مش بكتب من كتب انا اقرأ اقرأ وبعدين اعمل مصرحية يعني انا عشان اعمل مصرحية الاله يقدم استقلته اردت يمكن ثلاثين اربين كتاب في الدين بس ما اعرفش مئة ما اقدرش اقوموا الا انا فكرهم قوي الكتب الكبيرة زي التوراة الانجيل القرآن الكيتة لكن في الادب الواحد بيقرأ مئات كتب في الطب مئات في الصقافة مئات فاقروا وهدموا اقروا وهدموا متاهتموش ان يبقى عندك مثل اعلى او كاتب مميز او حفل لا اهدم اهدم كل هذه الافكار وهدمي هذه الافكار وبعدين التجارب انا بكتب من تجربتي يعني انا تبص تلاقي اللي بيكتبه مثلا في الاهرام يقول لك وقال فلان الجماعة الاكاديميين دول ده في السجنة يعني الاكاديميين دول الاسماء الكبيرة الاسماء الكبيرة اللي في الاهرام يقول لك وقال جورج ارويل وقال مش عرف مين وقال مين ويجيب لك اسام انجليز وامريكان انت متعرفهمش طب وليه بيستشهد بدول وعمره قليل اما يستشهد بنفسه او بحد عربي او مصري او يقول لك ايه وقالت سيمون دبوار انا قرد في القاهرة اليوم عاملين احتفال بـ فرانسواسا جان فرانسواسا جان وزارة الثقافة والمجلس الاعلى للثقافة في مصر عاملين احتفال او حالة لفرانسواسا جان كاتبة فرانسواسا جان فرانسواسا جان طب هو فيه رسالة حب من مشاهدة معنا او حاضرة معنا بتكلم عن انها وهي صغيرة كان بتترقى تعنيف كثير من الاهل في البيت وكذا وكذا يعني وبتقول انه لو لحضرتك كان زمانها همها الوحيد التطق والكنس وانتظار عيل صغير وانتظار جواز وانتظار معرفش ايه لكن هي الان بتقول انه اصبح ليها عقل وهي معتزة بده وبتقول لك انا بحبك اول فين هي فين هي على فكرة دي يعني الجيزة الوحيدة في حياتي واهم من واهم من جيزة نوبل او جيزة مبارك او جيزة السيسي او اي جيز دي هي دي ان انا اقابل شاب او شاب او اي عمر ويوقفني في الشارع ويقول لي كتابك غير حياتي انا بحبك اول واحدة حاوز ايه اظن اي كاتب او شاعر ايه مش ده دي الجائزة الوحيدة شكرا شكرا اهو فيه سؤال عن عن تصنيف المجتمع الديني او لا ديني الشيعي السنوي اعتقد يعني الاستاذة بتطرح السؤال او استاذة بتطرح السؤال بتقول يعني تصنيف الاشخاص ده شيء جيد او انا لا دينية او دينية ونصنف الناس او لا نصنفش سؤال مهم سؤال مهم يشوف دلوقتي بيكلمه كتير جدا عن الارواح والعفاريت والإلحاد والإيمان وهم واجهين وهم واجهين لعملة واحد العفاريت والعفاريت والارواح او الإيمان والإلحاد عمليهم قضية من لا قضية ايه إلحاد وايه إيمان قضية من لا قضية الإيمان يكون بالنفس أنا عملي ما أقول على نفسي ملحدة أنا مؤمنة بنفسي هذا إيمان أكبر إيمان الإيمان بالنفس هو ده الإيمان بالنفس يمتد إلى الإيمان بجميع أي شيء بقى بعد كده فإيه إلحاد الإيمان ما يهمكوش أنا عايزة أقول المجتمع دلوقتي مخدود من الصورة لأن صورة ينايل اللي عملت حاجة مهمة جدا كسرت حاجز الخوف وخلخلت الطوب والحجر الجامد اللي كان في الفكر فالناس ابتدت تتساءل ابتدوا يتساءلوا التساؤلات الأطفال يا ترى الطفل بيبقى قعد كده ويقول الأهله يقولهم إيه النجوم دي مين خلقها فيقولونه ربنا فالطفل يقول طب ومين خلق ربنا سؤال عادي مش كده بيحدث لكل طفل يسأل النجوم دي مين خلقها ربنا طب ومين خلق ربنا سؤال فطري طفولي وجاي من الزكاء الفطري فيقولونه ما حدش خلق ربنا هو خلق نفسه وهذا شيء لا يصدق فيه حد بيخلق نفسه فيه حد بيخلق نفسه فإذا الواحد الأطفال بقى يبلعوا هذه الأشياء ولما طفل يفكر يقولك ملحد يعني الأطفال كلهم ملحدين بقى جميع الأطفال في العالم ملحدين إذا ما هذا فأنا عيزاكوا تبقى عندكوا هذا الوعي كيف المجتمع القديم والأنظمة الأديمة بتحافظ على عبودية العقل والقيود بحكاية إلحاد لأنه عندما يقولك أنت ملحد أو ملحدة تترعب طبعا تخاف تخاف ويقولك بقى ده جزاء الموت أنا حبته اسمي على قوائم الموتة سنين قلت والله كويس قوي طب ما شوف إيه حكاية الموت دي بصوا للأشياء كده كاستطلاع ما تخافوش الخوف هو اللي ضيع البلد على فكرة الخوف دلوقت رجع في دولة نسمة أكتر 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 بالنظمة حالة دلوقت الخوف رجع في قلب الواحد أكتر 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 لأن اللي بيتكلم دلوقت كتاب عليها بيخش المعظم طيب هو في سؤال طورة عنه فكرة التغيير عبر الكتابة فكرة التغيير يعني قدرة الكتابة على التغيير على التغيير وجزء ثاني من السؤال كيف احتملت الانتقادات اللازعة لأفكارك ولتوبهاتك ولكونك امرأة جريعة يعني الكتابة خطيرة جدا وأنا أنصحكم تكتبوا يعني حكاية تقسيم الناس إلى من يكتب ومن لا يكتب وكتاب وغير كتاب غلط كل إنسان يستطيع أن يكتب كما يتكلم مدام بتقدر تتكلم تقدر تكتب هل هذا أدب؟ هل هذا أدب؟ مش بالضرورة لكن هو كتابة وما هو الأدب؟ أصلي عايزين نعرف ما هو الأدب وما هي الرواية سقوط الإمام الرواية اللي عجبت الأستاذ محمود كورني وهو شاعي المهم جدا كل النقاط في مصر قالوا عليها ليست رواية ليست رواية اللي بكتبوا يقولوا ليست أدب بيقولوا عليها قلة أدب مش أدب فإذا ما تعودش تسألي ما هو أدب وما هو غير أدب اكتبي اكتب اكسر القوانين بتاعت الرواية اكسروا كل القوانين القوانين اللي موجودة كلها ظالمة وأقولها قانون الأحوال الشخصية اكسروا وقولوا وخرجوا وتكلموا يعني فيه بيوقفوا دلوقتي ثورة العقل الكتابة بتؤدي إلى ثورة العقل لأنك لما بتكتب بتتذكر مش كده ولا والإبداع بتعتمد على الزاكرة لما بتكتب بتفتكر عشان ترجع لكتاباتك تاني فتتذكر والزاكرة هي أساس الإبداع تاني قلت الانتقادات أنا عاملة زي انتوا عارفين الفيروسات اللي بتاكل الأنتي بايوتكس وتتقدم وتعمل فصائل أقوى أنا كده زي الفيروس زي الانتقادات والألم والسجن والضرب والطلاقات والهلاك بيديني قوة أكثر دائماً أقول الحادث الذي لا يقتلني يصيبني بقوة أكبر وهو ده خاطره خاطره هتكسبه إنما لوما الواحد يبقى خايف كده مش هيعمل حالة المخاطرة فيها نكسب وفيها انتقاد طبعاً الحرية لها تمن طبعاً لكن انتقاد إيه؟ هيقولوا عليك إيه؟ إن شاء الله يقولوا عليك أي شيء الثقة بالنفس أنا كنت بفتح التليفزيون ألاقي مشايخ قاعدين بيجتموا فيها والله أبتسم وأشعر بثقة في نفسي أكتر فإذاً ما تخافوش من الانتقادات أبداً بالعكس دي زي المية اللي بتروي الزرع في الصحراء لأن احنا نعيش في ثقافة الصحراء فيعني دي زي الانتقادات ده الألم أنا استفدت من السجن على فكرة مفروض إن سامير إبراهيم هتعمل نقط لكتابي مذكراتي في السجن أنا أكتر حاجة من أكتر التجارب اللي فدتني بتجربة السجن وطبعاً المنفى والألم وكل لكن السجن تجربة يعني أنا أنصحكم إنه كنتوا تدخلوا السجن شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم